بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم في قناة مستر علاء ابراهيم ان شاء الله انه هده هشرح الواحدة الرابعة unit 4 بعنوان my family يعني اسرتي مادة لغة انجليزية منهج connect kg1 نبدأ مع بعض page 46 صفحة 46 بعنوان my family يعني اسرتي او عائلتي هنا عندي دينا وادم بيتكلموا على افراد اسراتهم نبدأ باول فرد جدا grandma 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 ام mommy 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 ab daddy daddy اخ brother brother sister sister هنطبق كلام ده على الصور اللي هنا سورد جدا كلمة جدا انتها كما يالي grandma 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 got grandma grandpa 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 ام mommy 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 ab daddy 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 دي اخ برازر 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 اخت سيستر 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 هنا بشاور على افراد اسرة دينا وادم فمسلا عندي هنا دينا هتشاور على جدتها وتقول هذه جدتي بعد كده تشاور على جدتها هذا جدي هتشاور على مامتها هذه امي هتشاور على والدها هذا ابي صورة اخوها هذا اخي هتشاور على نفسها هذا انا نفس الفكرة هنطبقها اما ادم يشاور على افراد اسراته هتشاور على جده this is my grandma this is my grandma هزه جدتي this is my grandpa this is my grandpa هزه جدي this is my mommy this is my mommy هزه امي this is my daddy this is my daddy هزه ابي this is me this is me يعني هزه انا this is my sister this is my sister يعني هزه اختي نعيد تاني افراد الاسرة grandma 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 گد grandpa grandpa گد mommy 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 ام daddy 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 ap brother 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 اخ سيستر 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 اخت لاتنال بعد كده لبيج فورتي سيفن طفحة سبعة واربعين ماتش اند سي يعني وصل ثم اجب هنا عندي افراد الاسرة في صورة الجماعية هوصل كل فرد بالصورة الصغيرة اللي على يمين او على الشمال هنا عندي صورة مامي صورة الام متوصلها جاهزة بالطريقة دي نبدأ بصورة الجد فين هنا الجد جرانبو هنوصله بي الصورة دي الجد ده هنوصلها بي الصورة دي الاب هنوصل الاب بادي بالصورة دي بعد كده فاضل صورة الاخت سيستر اللي هي دي نقص صورة فرد مش موجود في الجنب اللي هي صورة مين صورة ادم يبقى هنا هنرسم هنا ادم هنا هنرسم هنا مين ادم بالتقريب يعني كده تمام نقول مثلا ان ده ادم بالتقريب تمام نقول مثلا ان ده ادم تمام نتنقل بعد كده لبيج 48 صفحة 48 بعنوان لتس هلب لتس هلب يعني هيا بنا نساعد لتس هلب معناها هيا بنا نساعد هنراجع الاول على الكلمات ال في الدرس دادي 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 اب مامي 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 ام برازر 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 اخ سيستر 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 اخت الدرس بعنوان لتس هلب هيا بنا نساعد هنا عندي ثلاث سورة كل سورة الطالب هيكلم على الطريقة اللي بيساعد بيها فرد من اسراته هنا مثلا الولد هنا بيساعد والده في السورة دي يقول اي هيلب ماي دادي اي هيلب ماي دادي انا اساعد ابي ممكن يكمل ويقول اي هيلب ماي دادي ووتر زا بلانت اي هيلب ماي دادي ووتر زا بلانت يعني انا اساعد والدي في ري النباتات الصورة التانية البنت هنا بتساعد اختها انها تصوب كوب من الماء فحينها تقول اي هيلب ماي سستر I help my sister I help my sister يعني أنا أساعد أختي وممكن تكمل وتقول I help my sister pour a glass of water I help my sister pour a glass of water أنا أساعد أختي في صب كوب من الماء الصورة الثالثة فيه ولد بيساعد أخوه فيه ركوب الدراجة فيقول I help my brother I help my brother وساعد أخي ويكمل يقول I help my brother رأيك زبايك I help my brother رأيك زبايك وساعد أخي فيه ركوب الدراجة لتنين بعد كده لبيج 49 صفحة 49 look and draw انظر ثم ارسم هنا عندي أربع صور الصورة اللي فيها الشيء كويس أضع فيها وجه يبتسم والصورة اللي فيها شيء مش كويس أضع فيها وجه حزين بوكت شروان أول صورة عندي الولد بيساعد ممت يبقى هنا وجه مبتسم تمام الصورة التانية الولد نايم على الكنبة وي مش بيساعد ممت يبقى هنا الوجه حزين الصورة التالتة اللي بعد كده البنت بتساعد بابوها هيبقى هنا واجه مبتسم لان ده شيء جيد الصورة الرابعة البنت مش بتساعد بابوها هيبقى واجه حزين تمام نتنين بعد كده لبيج 50 صفحة 50 هذه أسرتي هنا عندي تلات أطفال كل طفل ماسق صورة وبيتكلم بيها عن أفراد أسراتهم مثلا نبدأ الولد ده يقول مثلا إيه هذا أبي يشاور على ممت هذه أمي البنت تتكلم مثلا وتشاور على إخبتها وتقول هذا أخي هذه أختي الغابة التالت ممكن يقول هذا جدي هذه جدتي يبقى أنا هنا بشاور على أفراد أسرتي وأول حاجة بتكلم فيها بقول هذه أسرتي وبعدين أحدد صور الأشخاص اللي معا تمام نتنين بعد كده لبيج 51 صفحة 51 درو 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 السعي ارسم ثم كل هنا كل طفل هيحاول يرسم فرد من أفراد أسراته حسب مقد أسر مثلا هنا ولد يرسم أخو كده مثلا بالتقريب يعني مش لازم بصورة واضحة بالزبط تمام يقول this is my brother this is my sister نفس الفكرة هنطبعها في الإطار اللي عليه من هنا لاتنين بعد كده لبيج 52 صفحة 52 بعنوان معناها تعلم الأصوات مع النحرة النشيطة أول حاجة listen and repeat استمع ثم كاردر daddy 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 up duck 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 بطة dog 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 kelp دل 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 يعني عروس لعبة نعيد نعيد ثاني أول صورة daddy daddy up الصورة الثانية duck duck بطة الصورة الثالثة dog dog kelp الصورة الرابعة dol dol عروس لعبة لعبة كده مطلوب مني look and circle d يعني انظر وضع دائرة حول الحرف أو الصوت d هنا عندي مثلا كلمة d d اضع دائرة حول لتر d بالشكل ده كده dog بدء لتر d dog دائرة حول d وكلمة ضل يعني عروس لعبة برضو دائرة حول d يبقى انا هنا بعلم الطفل ازاي ينطق الحرف ده d d letter d في كلمة daddy dog 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 الاثنين بعد كده لبيج 53 صفحة 53 تعلم الكتابة مع النحلة النشيطة هنا هنعلم الطالب ازاي يكتب الحرف d ابدأ ازاي ابدأ ان نعمل دائرة من فوق لتحت كده بعدين اطلع فوق وانزل تاني بسه من تحت كده تمام d في كلمة daddy بالشكل ده كده كلمة dog دائرة ننزل كده كلمة dog وكلمة dog دائرة دائرة نطلع لفوق وانزل تاني تحت دائرة تمام بعد كده بيقول لي find d and color لون او اوجد الحرف d ثم لونه فين هنا حرف d هنا d وانلونها d d d d d d تمام دائرة مجموعة احرف لتر d اتنقل بعد كده لبيج 54 صفحة 54 اي هل بمي فاميلي انا اساعد اسراتي هنا الاب والام بيضبخوا سوا وجدة وجدة وصلوا البيت وعندنا في الصورة صورة دينا هنا دينا بتسأل بابا وماما بتقولهم ايه can i help you ممكن اسعدكم can i help you ممكن اسعدهم فهنا الاب والام قالوا لأ شكرا قالوا ايه no thank you no thank you يعني لأ شكرا تمام بعد كده دينا مش لقي اخوها ادم فتسأل بيزي بي وارز ادم اين ادم في الصورة التانية هنا قامت النحلة النشيطة بيزي بي قالت له come وزمي تعالي معايا ابرهولك الصورة التالتة دينا دينا وي بيزي بي النحلة النشيطة شافوا ادم محتار مش عارف يجهز الماء ده فهنا دينا بتعرض على اخوها المساعدة بتقوله can i help you can i help you ممكن اساعدك طبعا هنا ادم عايز مساعد يقول لها yes please yes please يعني نعم من فضلك يبقى الوقتي اعرض المساعدة لشخص بقوله can i help you can i help you ممكن اساعدك لو قبل المساعدة يقول لي yes please yes please يعني نعم من فضلك لو رفضها مش محددها يقول no thank you no thank you يعني لا اشكرا بعد كده بيج 55 صباحة 55 listen and point هنا في عندي الصور كانت حية اوصل الشخص منها الكبير مع صغير هنا مثلا عندي puppy puppy معناها كلب صغير او جرو اوصله بكلمة دج هيكبر يبقى دج هنا عندي dogling dogling يعني صغير البط او بطة صغيرة اوصلها بصورة الام او صورتها اما تكبر تبقى دج بطة كبير سيدز يعني بزور اما بتكبر هتبقى تري شجرة هنا عندي اوصل الطفل الرديع بامه مامي تمام يبقى هنا وصلت puppy جرو او كلب صغير بصورة 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 كلب كبير دج بعد كده وصلت صغير البط ببطة كبيرة دك وصلت برضو البزور بشجرة كبيرة اما بتكبر وصلت البيبي او الطفل الرديع بالام مامي بعد كده page 56 صفحة 56 50 شجرة عائلتي او شجرة اصرتي هنا look and do هنا الطفل هيبص على الصورة ويحاول يعمل زيها هيجيب ورقة بيضة هنا يقوم راسم شجرة بالشكل ده كده ويلون ها لون بون تمام بعد كده يجيب لون ده في اول صورة بعد كده يجيب لون اخضر ويطبع ايده عليه وبعد يطبع ايده عليه في الصورة اتنين يقوم حظة ايده على الورقة بحيس يعمل لفروع الشجر كل فرع في فرد من الاسر زي ما هو موجود في الصورة الرابعة هنلاقي هنا شجرة عائلة هنلاقي عندي هنا فوق خالص دادي الاب مامي الام فالنص جرانبا جد جرانبا جد برازر اخ سستر اخت طمام بعد كده نتنقل لبيج 57 صفحة 57 هنا الطفل بعد اما رسم شغلة العائلة هيشاور على افراد اسرته ويقول مثلا هذا ابي هذا امي هذا اخ اخ صفحة جد 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 برازر برازر 57 صفحة 57 بعد كده نتنقل لبيج 58 صفحة 58 صفحة 58 كونت ماتش انتريس كون بالعد وصل ثم امشوا نقاط اول حاجة عندي ثلاث كتب عليهم صور الطائر 1 2 3 اوصلها برقم ثلاثة متوصلها جاهزة انا كل اللي عمله ان انا همشى عليها تمام وبعد كده همشى عليها رقم ثلاثة سريك بالطريقة دي تمام الصورة التانية يعني اقلام نعدهم كده 1 اوصلهم برقم اتنين 2 وامشى علي رقم اتنين او 2 بالطريقة دي كده الصورة التالتة يعني اكواب من اللبن نعدهم 1 2 3 4 4 وامشى علي رقم 4 بالطريقة دي كده تمام هنا عندي مج واحد 1 اوصله برقم واحد 1 امشى علي رقم واحد كده هنا عندي بعض اتربزات تابلز عدها 1 2 3 4 5 اوصلها ها برقم خمسة 5 اوصلها ها 3 بعدكده اعلم الطالب اقول له 5 ما هاولاء 6 يقول لي 6 هذه كتب 6 بعدكده صورة الاقلام 7 ما صورة هاولاء يقول لي هذه اقلام رصاص 6 they are pencils 7 what are these 7 they are glasses of milk اكواب لبن 7 what is this ما هذا it's a cup ممكن يقول في انجان أو it's a mug يعني كوب كبير 8 what are these ما صورة هاولاء يقول لي they are chairs or tables هي هنا تربوزات هتبقى they are tables they are tables يعني دولة تربوزات نتنقل بعد كده page 59 صفحة 59 count match and color كن بالعد وصل ثم لو هنا عندي docs but one two three four five خمسة اوصلها برقم خمسة بعدين الاون صورة البط ده باللون اللي نعايز هنا عندي chairs كراسي هنا عندهم one two اوصل الكراسي برقم اثنين عندي هنا diskات three discs one two three اوصلها برقم بالات هنا عندي كتاب one book اوصله برقم واحد number one ديت بالنسبة لي الصور اللي فوق طب الصور اللي تحت هنا عندي crayons اقلام شامع الوان كم الم one two three ثلاث اوصلها بثلاث ديت بورد صبورة واحدة اوصلها بone هنا عندي اقلام رصاص one two three four five اوصلها بفايف هنا عندي two dolls لعبتين اوصلها بtwo تمام بعد كده نتنقل higher هنا هنعد عدد النحلات وعدد الازهار وبعدين هلونهم. نعد النحل وان تو سري فور فايف كده عندي خمس نحلات طب نعد الازهار كم زهرة نقول وان تو سري فور فايف سكس سيبن ايد ناين تن اليفن هنا عندي حداشر زهرة وعندي كم نحلة وان تو سري فور فايف وعندي خمس نحلات بعد اما هنكتب عدد النحل والازهار هنلون الصور دي. اخر حاجة عندي بيج سكس توان صفحة واحد وستين. هنا ارسم وجه. هنا الطالب يحاول يرسم اي صورة كده صورة وجه. تمام? اي صورة. ماشي? بالتقريب يعني. بعد كده فايند لتر بي عندي كالر. اوجد الحرف بي ثم لونه. فين هنا لتر بي. هنا بي. ديس وان ديس وان ديس وان ديس وان. هنا عندي كم حرف بي? وان تو سري فور فايف. كده انتهينا من شرح الوحدة الرابعة بعنوان ماي فاميلي اسرتي منها كونيكت مادة لغة انجليزية كي جي وان. ان اعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس لمشاهدة باقي الدروس التعليمية. وشكرا لحضرتكم. اشتركوا في القناة